طيب دكتور مدامي الأظافر يعني مهمة قوي بالطريقة دي ازاي نقدر نحافظ عليها ونهتم بيها صحيا نخلي بالنا من صحة دوافرنا ازاي اول حاجة ان انا في التعامل مع المساحي والغسيل لازم ارتدي جونتي يعني لو ما جغس الموعين يرتدي جونتي لو هو شغال في مهنة غسيل باستمرار يرتدي جونتي طيب لو انا مش هرتدي الجونتي ومش قادر يبقى لازم اعمل حاجة اعمل عازل بينه وبين المية العازل ده باي نوع زيت يفضل فازلين او زيت زتون او اي نوع زيت هدهن اي دي زيت وابتدي اغسل الموعين او اغسل اي حاجة هيبتدي اعمل لي خاصة ممكن ادهن الأظافر بس ممكن بعد ما خلص ابتدي احط ايدي في مياه ملح ولمون ده هنضع هاعتنب ضافري وهخلي الضافر قوي نفسه يعني هجيب مياه على شوات ملعه على نص لمونها يا اما انا وفي نفس الوقت اعمل تغذية سليمة للجسم اتغذى اغذية اللي هي السليمة اللي هي زي ما قلنا الغنية بالحديد اغذية غنية بالكالسوم اغذية تكون فيها نسبة سهولة اجمع من الحاجات دي كلها في الوجبات بتاعتي طيب يعني وكمان مهم نبعد عن الكيمويات يعني يا حريك بتتكلم اهم حاجة الموضوع ان احنا نحط ادينا في الغسيل للاطباق او كده ان ما يبقاش فيه كيمويات كتيرة واحنا بنستخدمه اكيد المسحوق اي مسحوق انا بستخدمه عملي هرش او حسيت ان هو بيعمل لي مشاكل ده هيأثر على ضافري اما انا مش عادل اغير المسحوق بتاعي هحط على المسحوق بتاعي مياه ملح يعني او حط عليه ملح وقلبه ده هيعدل للمسحوق بتاعه بتاعه هيعمل معدل للمسحوق هينزل بالبي اتش بالدرجة القلو بتاعه للدرجة المعتادة للجسم طيب في ايه 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 وسائل لحماية الازافر والمقاية من الامراض نقدر ان احنا نعملها وما ما تبقاش يعني ما نعرضهاش لانها تعمل تتأذي بالطريقة دي عشان اقل اظافري ان انا لو انا هستخدم مياه وشغال في مياه عن جماعة بتقول معصارة دايماً مشغلين في معصر العصير القصب وكده دايماً الضافر بتاعتهم فيها مشاكل اه عشان اعمل كده لازم انا ايه دايما تبقاش في المياه ما تجاوزت التلاتين دقيقة في المياه ملتقتش حاجات حديد كده بايدي اه بالضافر عشان ما كسرهاش ما استخدمش الضافر الصناعية اه الا لضرورة وكل فترة زمنية لان اه اه اضافر اللي هي اللي هي الصناعية دي من 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 اولى تشخيصات صدفية الضافر تمام اقص ملي من الضافر كل شهر تقريباً لان الملي ده بيفتح لي رئة للتنفس للضافر من جديد وبالتالي اي تغذية للضافر دي هتبقى كويس جداً مبردش الاظافر الا كل 15 يوم عشان تقدر تمسك نفسها كويس جداً اتناول اغذية اللي هي تحتوي على فيتامين بي 12 اللي هي موجودة في الشفان في التلبينة في الحليب في الموز التلبينة دي اللي هي نقلت الشعير اه اعرفها جميلة جداً ومفيدة جداً اه مفيدة لامرات كتيرة جداً اشتركوا في القناة